على فكرة كريم بيدرس إعلام يا سلام في فلوريدا في يونيفورسي أوف نورس فلوريدا أيوة كريم زي ما قلت هو كان مختلف بس المدرسة كانت دعم جنب يعني ايه كان مختلف؟ كان مختلف كان مختلف عن أخوه عن زميله في الفصل كان ممكن يبقى عنده تركيز قليل شوية عن بقية زميله كان لازم يبقى فيه استشارة دكتور نفسي كريم الشخص بدري كان لسه في أولى ابتدائي لما ابتدينا نحس أنه مختلف شوية عن أخوه وعن زميله بمعنى ايه؟ يعني اديني تفاصيل اديني مميزك عشان نستفهم يعني مثلا يقعد لما يبقى فيه وقت مثلا أنه يعمل بازل ما كانش يبقى عنده طاقة أنه يفضل قاعد فترة طويلة علشان يعمل بازل ما عنده طاقة أنه يقعد يسمع قصة للآخر كان يحب الموسيقى جدا من أول ما تولد هو ممكن كان يقعد وكنا نذاكر أوقات الحاجات الصعبة بالموسيقى يعني كنت أغنيها له وكان يحفظها على طول كمان في الفصل كان دايما لما يبقى الحصة طويلة كان لازم يبقى هو مسؤول عن حاجة يعني المدارس كان لازم يديله مسؤولية أنت خد الكريس وديها لقوضة المدارسين أنت اطلع امسح الصبورة فكان لازم يتحرك ما يفضلش قاعد على طول فده كان اختلافه وحاجة تانية كان في الامتحانات كان بيحتاج نظام مختلف في الامتحانات أنه الأسئلة مثلا ما تبقاش الورقة الأسئلة تبقى مكدسة وراء بعض فهو بيحتاج يبقى فيه مساحة بين كل سؤال وسؤال لحظتي ده إمتى؟ أولى ابتدائي كان كم سنة تعريباً كان ست سنين ست سنين أو سبع سنين كريم هو الطفل الأولاني لك؟ التاني 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 فأنتي قارنتيه بالأولاني؟ قارنته بالأولاني طبعاً بس أنا منصحش أنه أي حد يقارن لا يعني قصدي عرفتي هذا الاختلاف بالمقارنة بالطفل الآخر بالضبط يعني كممكن تشوفيه شاقي أو مش مركز في الأول شفته شاقي وطبعاً الموروثات الثقافية أنه يقول لك لا ده ولد شاقي يعني عادي ده الولد نبيه وزاكي ولكن هو شاقي لما دخلنا بقى في موضوع الدراسة لا ابتدى يبقى أنه ده مش شقاوة ده في حاجة تاني عملت توجهنا للتدخل الطبي الدكتور نفسي الدكتور النفسي بعته يعمل تقييم عن الحالة تقييم زكاء وتقييم فرط حركة وتشتت انتباه اللي هو ADHD ومن هنا عرفنا أنه لا هو عنده ADHD وكان لازم نمشي على برنامج معين الدكتور النفسي ساعد فيه جداً أنه لازم المدرسة تبقى عارفة ولازم المدرسة تتشارك مع الأهل في المنظومة وهنا المدرسة في الولايات المتحدة لا 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 حريم خريج مدرسة مدرسة في إحنا السنوية عامة مصر آه يعني ده كل ده حصل هنا طبعاً إما ليه أنا بقول إحنا مختلفين عن جنة لأنه المدرستنا كانت متفهمة جداً للأرض كيف في مدرسة ايه؟ فرير رهبان آه ستريكت طبعاً ولكن هما ما كانوش فاهمين يعني الكلام ده من 15 سنة ما كانوش فاهمين إيه هو الـ ADHD يعني من 15 سنة اكتشفوا موضوع الـ ADHD أيها بس أنا لا يمكن أنسى مع مدير المدرسة كنت لسه بحكي مع الدكتورة وإحنا في الانتظار برا أنه أنا قلت له أنا مقبلش كأم أنه يبقى عندي ولد خريج الفرار والتاني لأ هتساعدني قال لي جملة لا يمكن أنساها قال لي مدام أنا هساعدك بقلبي قبل إيدي قلبي هيبني قبل إيدي وده اللي حصل وكانوا بيساعدوا بقى يعني في الامتحانات يعملوا له شيء لوحده لا كان يبقى هو عنده بيدوله وقت زيادة شوية كان لازم يبقى فيه مدرسة تدخل تقوله راجع بس تقوله راجع وتقوله أنت ناسي سؤال ارجع للسؤال ده وكان بقى فيه اشتغلنا جامد قوي على المواهب المواهبة بقى أثقلت جامد جدا لما لاحظنا أنه هو بيحب الموسيقى جدا اتجاهنا لاتجاه ده ونجح فيه جدا وبالتالي هذا النشاط تم استخدامه أو تركيزه فيه شيء آخر هو بيحب وكمان ثق بالنفس